المسيح ترك تأثير مهم جداً في حياة التلاميذ فكل منطقة بننظر إليها سواء طريق الآلام الكاردو طريق قلب المدينة اللي حمل فيه الصليب وخارج خارج الأصوار سواء الجبل الزيتون اللي صعد منه المسيح واللي أعطى المأمورية العظمى أن يذهبوا ويكونوا شهود من أورشليم إلى أقصى الأرض مكان اللي بك فيه المسيح وبستان جتسماني وأيضاً علية صهيون وكنيسة صياحة دي كلها تأثيرات مواقع لكل هذه الأحداث اللي ترك فيها بصمة وأطر في حياة الناس رسالة التلاميذ كانت بكل بساطة وأنهم رأوا المسيح الحي فالرسالة كانت بكل بساطة صلب وموت وقيامة يسوع المسيح وأنهم كانوا شهود لذلك فإذن في قوة بهذه الرسالة لأنه انسكب الروح القدس وتحولت حياتهم من الخوف إلى الشجاعة من الحزن إلى الفرح من الخزلان والإحباط إلى الأمل والرجاع فأصبحوا ينادوا بكل جرأة وبكل جهارة فعندما خرجوا من العلية مش بعيدة عن المكان رجعوا إلى منطقة الهيكل وكرز بطرس و3000 نفس آمنت بيسوع المسيح واستمرت هذه الرسالة في حياة التلاميذ ينادوا بالمسيح المقام والرسالة هي رسالة الخلاص ليس بأحد غيره الخلاص وأنه عشان تخلص ينبغي أن تدعو المسيح هو المسيح كان بناده هو المسيح ابن الله الحي وبناء على هذا الإيمان كانت الناس تخلص لأنه كان فيه قناعة وكان فيه قوة قوة يسوع في داخلهم وحضور الروح القدس اللي كان بيمكنهم وبقودهم أن يتكلموا الرسالة بكل جرأة وبكل جهارة تأثير يسوع المسيح لم يكن فقط في حياة التلاميذ أو الكنيسة الأولى ما زال تأثيره حتى يومنا هذا فأنا بصلي وبدعه لكل مشاهد إذا فعلا أنت بتدرس حياة يسوع المسيح لابد أن تصطدم بهذه الشخصية العظيمة فينبغي أن تؤمن أن يسوع فعلا هو المسيح يسوع هو ابن الله أي كلمة الله الذي يعلن لنا الله وأن المسيح هو المخلص الوحيد والطريق الوحيد إلى الآب وأن هذه الرسالة هي رسالة الإنجيل للأخبار الصارة أن المسيح مات من أجل خطيانا وأنه قام في اليوم الثالث حتى يبررنا ويعطينا الحياة الأبدية فإذا بتسمع هذه الرسالة أنا بدعوك من أسوار أرشاليم من موقع الحدث في هذه المنطقة أن ترفع عينيك إلى فوق وتقول ارحمني يا رب تعال أدخل إلى قلبي وغير حياتي ترجمة نانسي قنقر